شهدت سياسة الإسكاني في الجزائر تطورات هامة في الفترة بين 2019-2023 ترمي إلى تلبية الاحتياجات المتزايدة للسكن حسب ما جاء في تقرير المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول التنمية الاجتماعية والبشرية حيث تم امتصاص السكن الهشي والقضاء على البناء الفوضوي بنحو 45 ألف وحدة تنفيذ برامج عديدة للبناء والترميم بهدف توفير سكن لائق وبأسعار معقولة لجميع المواطنين مع القضاء على الأحياء العشوائية وخلق أسواق عقارية ناشطة خاصة في المناطق الريفية من خلال البناء الذاتي هو ما نص عليه تقرير المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي السلطات العمومية باشرت في تنويع عروض سكن العمومي الإيجاري العمومي المدعم البيع بالإيجاري عدل، الترقوي العمومي، السكن الريفي والبناء الذاتي وهذا لتلبية الاحتياجات المختلفة في الفئات الاجتماعية والمهانية مع مراعاة للتفاوت في الدخل أما بخصوص سيغة الترقوي المدعم المخصص لذوي الدخل المتوسط بمساهمة شخصية بـ 20% وقرض منخفض من 1 إلى 3% ممول من الخزينة العمومية إضافة إلى مساعدات مباشرة من طرف الصندوق الوطني للسكن فقد بلغت السكانات المنجزة أزيد من 14 ألف وحدة سكنية في 2023